بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن مشروع مهم جدا لكل من يبتكر ولكل من يريد الطرق الشرعية لزيادة الأرباح بتاعته وان يخش مشاريع المشاريع دي يقدر يحقق منها الكتير من الأرباح ما تنساش حضرتك لو مشروع النهاردة ما حقق لكش النجاح الكافي او ما قدرتش تطلع منه بالمعلومة اللي تقدر تنفزها فعندك مجموعة مشاريع كتيرة جدا احنا بنقدمها في القناة كل ما تقلب في القناة هتلاقي مجموعة مشاريع تقدر ان شاء الله تعتمد عليها لتحقيق الدخل او لتحقيق البداية من المشروع طيب مشروع النهاردة خاص بمين مشروع النهاردة خاص بالناس اللي هي بتقدر تقدم فيديوهات على قناة اليوتيوب هتقول لي عن الموضوع خاص باليوتيوب انا هطلع من الفيديو لا عايزك تسمع الفكرة لحد النهاية عشان الفكرة دي هتفيدك بشكلك بير جدا خاص للمدرسين والمدرسات او المعلمين بوجه عام واللي بيقدروا يقدموا مجموعة من الفيديوهات او اللي بيعرفوا يشرحوا كويس سريعا كده نخش على صفحة المشاهدات دي ونعرف انا اصدق ايه بالمشروع ده يعني ايه الحاجات دي الحاجات دي هي قيمة الاعلانات اللي بتيجي على اليوتيوب بيقولك على اليوتيوب قيمة الاعلانات في مصر هتكون واحد ونص دولار وفي الامارات العربية المتحدة هتكون خمسة فاصلة واحد وتمانين سنت وفي قطر هتكون سبعة فاصلة اربعة وخمسين دولار حلو او كده حلو او كده ايه فكرتي انا للمعلمين النهاردة او للمدرسين او للناس اللي بتعرف تقدم فيديوهات او تشرح فيها محتوى تعليمي حضرتك هتدخل على محتوى تعليمي من زي اللي موجود في الامارات مثلا لو انت مدرس لغة عربية هتجيب اللغة العربية اللي موجودة في الامارات وبالتالي تبدأ تشرح المناهج بتاعتهم بصورة مبسطة جدا للطلبة تشرحها في صورة فيديوهات تشرحها في صورة فيديوهات تمام كده تمام كده تبدأ تنزل الفيديوهات دي مش عايزك في الاول اول ما تنزل فيديوهات ما تلاقيش مشاهدات فتتعب وتطلع لا بالعكس تفضل مكمل لان الاستمرارية على اليوتيوب هي اللي هتنجعك وهي اللي هتوصلها حلو او كده حلو او الكلام ده طيب لو انت اخترت دولة زي الامارات العربية المتحدة وعملت عليها فيديوهات تعليمية يعني مدرس الرياضة يعمل مدرس يعمل فيديوهات رياضية الانجليزي يعمل انجليزية وهكذا والعربي يعمل عربية وهكذا طيب لو قعدت تنزل فيديوهات حضرتك بجانب انت كده لو كده كده اصلا بتشرح في الدروس بتاعتك فحاول تصور الدروس دي ما فيهاش اي مشكلة خالص تمام كده حلو او طيب الفيديو بتاع حضرتك ده لو انت عدت ترفع مجموعة من الفيديوهات كل الف مشاهدة هتجيب لك خمسة واحد وتمانين فاصلة دولار حلو او كده؟ تماما تعالوا نشوف بالالة الحزبة بطريقة عملية وبطريقة بسيطة كده لو انت حضرتك بعد السنة الاولى من رفعك للفيديوهات بعد السنة الاولى من رفع حضرتك للفيديوهات بقت الفيديوهات بتاعتك عملت جيب لك مشاهدات وليكن المشاهدات بتاعت حضرتك دي وصلت الى ان هي بقت خمسين الف مشاهدة وخمسين الف مشاهدة اخد بالك انت مش هتفرج عليك ناس من الامارات بس هتفرج عليك ناس من كل حت لكن خلينا نقول ان احنا بنستهدف الامارات فالخمسين الف مشاهدة لو ضربتهم في خمسة عفوا لو ضربتهم في خمسة فصلة واحد وتمانين هتلاقي بيسوي معك كام؟ ماتين وتسعين دولار ماتين وتسعين دولار ده رقم كويس جدا تقدر ان انت يكون رقم ثابت عندك وكل ما اتطور في القناة بتاعتك كل ما الارباع هتزيد عندك لو ضربت الرقم ده في العملة المحلية بتاعت بلدي انا مسلا مصر هتليه عمل الرقم ده معك اربعة تلاف وخمسمية جنيه ده رقم كويس جدا رقم دخل سابت لي موظف بيشتغل بدوام كامل طيب فدي فكرتي ليك النهاردة يبقى دور حضرتك تبدأ تفتح قناة على اليوتيوب وتشوف المناهج اللي موجودة في الدولة دي او اي دولة انت تختارها لو بتعرف تشرح سويسري اشرح لهم المناهج بتاعتهم انجليز اشرح لهم المناهج بتاعتهم وهكذا وان شاء الله تكونوا موفقين ولو حد عنده تفاصيل او عنده حاجة عايز يقولها انا عايز ابدأ ازاي او اي حاجة عايز استفسر عنها ياريت اكتب لي في التعليقات لان انا برد على كل حضرتك في التعليقات لان ده واجب حضرتك علينا مشاهدين الكرام لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة عشان يوصل الفيديو الاكبر قدر ممكن من المتابعين نترككم في رعاية الله وامنه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته